ينضم إلينا من أونتاريو مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة المعنى بحقوق الإنسان سابقاً بالأراضي الفلسطينية المحتلة سيد مايكل لينك أهلاً بك معنا في هذه التغطية من قناة الغد على اعتبار بأنك كنت موظف أممي سابق معني بالأراضي الفلسطينية المحتلة هل كنت تتوقع يوماً أن ترى هذا الدمار الذي يلحق بقطع غزة؟ بشأن هذه اللحظات لم أكن أتوقع أن أشهد أنها وصمت عار على جبين الإنسانية ما شهدناه على مدار الأيام الماضية على مدار أكثر من 34 ألف فلسطيني قتلوا والآلاف منهم قتلوا وكذلك هناك أكثر من 21 ألف طفلاً ومرأة فضلاً عن تدمير غزة ونسبة 65% إما تم تدميرهم أو تم إطلافهم ماذا عن التعليم؟ أكثر من مائة مدرسة دمرت وسوت بالأرض 11 جامعة في غزة دمرت قطاع رعاية صحية يعد غير موجود الآن في قطاع غزة لدينا فقط ثلاث مستشفيات ربما لديهم بعض الغرف ماذا عن السيدات والأطفال الذين يقومون بالولادة كل يوم لا يجدوا أي سرير وماذا عن شبح المجاعة الذي يحدد شمال غزة ولدينا كذلك الغيض من فايد المساعدات يصل إلى غزة كل أقل القليل يصل إلى غزة وهو غير كافياً غير متعدل وغير متكافئ نحن أمام موقف مروع والعالم أجمع عليه أن يتصرف ولكن عليه على العالم أن يتوقف وينهض من سباته لا سيم الولايات المتحدة ووقف هذه الحرب الولايات المتحدة هي من تتحمل مسؤولية استمرار إسرائيل في ارتكاب كل هذه الانتهاكات طوال هذه المدة سيد لينك نعم انظر الولايات المتحدة تلعب دوراً محورياً في دعم إسرائيل لاستمراريتها في هذه الحرب حتى مع كل هذا الدمار وعداد الوفيات إنها إبادة جماعية ترتكب الآن في هذه الحرب الدائرة كذلك هي من تزود إسرائيل بترسانة أصلحتها هناك نحو 14 أو 16 مليار دولار تم إرسالها إلى إسرائيل في سورة أصلحة ودعم وهذا إذن الولايات المتحدة تمثل الدعم الأساسي لإسرائيل والعمودة الفقرية لها ورغم قرارات مجالس الأمن ثلاثة جلسات طلبة بوقف إطلاق النار وحتى القرار الأخير الذي طلب بوقف إطلاق النار إسرائيل لم تنصع والولايات المتحدة لم تنصع ولم تحترم مثل هذه القرارات إذن هذه الحرب وهذا الدمار التابع لها يلقى باللائمة فيها على الولايات المتحدة الولايات المتحدة سيدة لينك في الوقت الذي ترسل في أسلحة إلى إسرائيل هي أيضا في المقابل ترسل مساعدات ومعونات غذائية إلىها لقطاع غزة وتعمل حتى على إنشاء ميناء مؤقت للقطاع كيف ترى أو تفهم هذا الموقف الأمريكي؟ أود أن أقول أنه قدر السخرية وأنها سخرية القدر في أن الولايات المتحدة تمد إسرائيل بأحدث أسلحاتها وعتادها وبعد ذلك في المقابل تحاول إنشاء مبنى لإيواء اللاجئين الولايات المتحدة ومساعدات الولايات المتحدة تحاول إيصالها إلى غزة الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بمليارات الدولارات وكل قليل من المليونات لإيواء اللاجئين ومنح الغزاء تذكر أنه عندما تنظر هذه الفراشطة والمنطاضة الذي يغبط على غزة كمساعدات إنسانية أود أن أقول أن هذه الطريقة الوحيدة التي كانت نجعة في إيصال في إيصال المساعدات الإنسانية ولكن أود أن أقول أن الطريقة الأفضل هي إيقاف إسرائيل عن هذه العداءات بديلا عن إسقاط المنطاض الذي يحمل المساعدات الإنسانية وبديلا عن الشاحنات التي تقف منتظرة دورها للدخول للاستجابة لهذه الأزمة الإنسانية في غزة طالما أن الولايات المتحدة متورطة بهذا الشكل في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لماذا لا نراها تحاكم قبل ألمانيا أمام المحاكم الدولية سيد لينك حسنا ربما الدورة الاستثنائية أو القوة المفلطة للولايات المتحدة ولكن يجب أن يكون هناك مكان ويجب أن يكون هناك احترام للقانون الدولي ويجب أن تكون الولايات المتحدة مثلها مثل أي دولة تذكر أن هناك مجازر تتم في غزة وهناك إبادة جماعية في غزة المادة الثالثة تنص على أن الدول يمكن أن تتعارض لإبادة جماعية في حال استمرارية مثل هذه العداء وهناك التزام على كل الدول لمنع حدوث أي إبادة جماعية وهذا يحتم على الأطراف والدول أن تمنع الدول التي ترتكب لإبادة جماعية كل هذه النصوص بالفعل تركب اللائمة على الولايات المتحدة لأنها ترى ولكنها تغضى الطرفة عما يحدث في غزة وتواصل الحرب حضرتك سيد لينك من بين الشخصيات التي كان لها دور في تقديم أدلة ضد إسرائيل في الدعوة المقامة ضدها أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحقها لقطاع غزة هل أداء المحكمة لغاية الآن يرضيك؟ لا انظر القانون الدولي لديه الكثير بشأن إجراء الحرب نفسها وكيف يحدث أو كيف تنتهي الحرب وماذا عن تقرير المصير كل هذه هي حقوق إذن الأمر لا علاقة له بالنصوص القانونية ولكننا نتحدث عن رغبة سياسية القانون الدولي الإنساني بحسب لن يحرر فلسطين ولكنه دوما وجنبا إلى جنب مع رغبة سياسية يمكنها أن تتحرر المشكلة هنا هو أننا نعاني من مشكلة منذ ثمانين عاما ورثناها خلف الحرب العالمية الثانية في صورة مجلس الأمن وهي أنها مجارة وكأن المجلس الأمن عبارة عن تذكار على أنقاض الحرب العالمية الثانية وحتى أن كوفي عنان ذكر أن مسؤولية استمرارية الحرب والقضية السياسية القديمة هي قضية فلسطين هي تلك القضية الأعرق والأقدم في سجلات الأمم المتحدة إذن ماذا عن القرارات التي يقربها مجلس الأمن؟ الولايات المتحدة تنقضها بنظام الفيتو ماذا لو تم تمرير حتى هذه القرارات؟ على سبيل المثال القرار 2334 لعام 2016 أقارب أن الاستيطان والمستوطنات الإسرائيلية تمثل انتهيكا صارخا للقانون الدولي ماذا عن نتيجة هذا القرار؟ هل توقفت؟ ولكن مجلس الأمن لم يتخذ أي قرار لإنفاذ مثل هذه القوانين أو لم يتخذ أي إجراء بشأن وقف الاستيطان؟ الهيئات الأممية سيد مايكل لينك التي تتابع وتراقب ما يجري في قطاع غزة هل ترى بأنها فعلت كل ما هو مطلوب منها؟ أقصى ما يمكن أن تفعله لوقف إسرائيل أو رصد انتهاكات إسرائيل ضد أهالي قطاع غزة؟ أنظر الأمم المتحدة ومنظماتها ومؤسساتها تمثل محورا مهما في العديد من المواقف ولكن قضية إسرائيل وفلسطين لسيما بشأن ملف قطاع غزة فإن الأمم المتحدة وكل مسؤوليها وكل طاقمها الوظيفي يكر بما يحدث وأنه انتهاك للقانون الدولي وأنه ضد العدالة الدولية ولكن الأمم المتحدة تعمل منذ الماضي على تقديم المساعدات الإنسانية على تقديم العدالة على إنشاء وصوق قوانين جديدة تحذر أي أعمال لا إخلاقية ولكن الأمم المتحدة فقط تكون قوية إذا مجتمع أعضاؤها كرجل واحد ماذا عن موقف الولايات المتحدة؟ أنها تأخذ جانبا واحدا أعزل ضد القانون الدولي وأنها تدعم إسرائيل وتدعم ارتكاب إبادة جماعية الأمم المتحدة جهودها محدودة وأن كل جهودها فقط لضمان حماية تقديم المساعدات الإنسانية لكن سيد لينك هناك الكثير من الأشخاص ينظرون إلى شخصية مثل مايكل فولكر تورك المفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يرون بأنه شخصية مهمة هل لدى تورك شيء آخر غير التنديد بما تفعله إسرائيل في قطعة غزة؟ تورك أبل بلاء حسنا على مدالة ستة أشهر الماضية لوقف هذه الحرب بشأن قانون حقوق الإنسان الدولي وبشأن حقوق الفلسطيني ذكرها صراحة وأن استخدام سلاحة تقوية كأداة في الحرب تعد جريمة حرب وأنه اتهم إسرائيل بفعل ذلك وأن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أدان هذا السلوك وأن الإجراءات الإسرائيلية كانت واضحة وأنه قال على سبيل المثال أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة الفلسطينية هي جريمة حرب هو أبل بلاء حسنا بل أداء مميزا بشأن موقفه ولكننا بحاجة إلى بقية العالم والعالم أجمع لا سيما قاضة دول الغرب في أن يتخذوا نفس المبدأ الذي تخذه تورك ودعم وتعزيز حقوق الإنسان لأنهم يغضون الطرف عن ما يحدث في غزة شكرا لكم من أمتاريو مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان سابقا بالأراضي الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر